داء خطير وهو الرياء من أخلاق أهل النفاق حكم الرياء شركصر وقد يصل إلى الأكبر علاج الرياء باختصار ما هو؟ علاج الرياء أولاً دراسة التوحيد إذا درست التوحيد تعظم الله وإذا عظمت الله لا تبالي بأحد في دين الله تمام؟ مفهوم؟ إذن من علاج الرياء ماذا؟ دراسة باب الأسماء والصفات خاصة لأن تعلم عظمة الله سبحانه وتعالى فلا تبالي بأحد في دين الله الثاني الدعاء تدعو الله فنسأل المنان أن يجيرنا من الرياء مضاعفاً أجورنا تمام؟ من علاج الرياء إخفاء الأعمال ورجل تصدق بصدقة فأخفاء حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه احرص على أخفاء الأعمال قادر المستطاع مفهوم؟ أي نعم؟ أما تقول والله الحمد لله صمنا اليوم وصمنا البارحة والت البارحة الله يتمم علينا النعم آمين يا رب وإن شاء الله سايمين غدا لا تخفي الأعمال قادر المستطاع مفهوم الشيخ؟ الرابع من علاج الرياء زيارة القبور الزيارة الشرعية صح وخطأ صح وخطأ ها؟ من يقول صح؟ كيف صح؟ لن تذكرك الآخرة والرياء يبغى لك الدنيا تبغى الناس يمدحوه لكن إذا لعب بك الشيطان إذا بالقبر تنسى الدنيا إن شاء الله زيارة الشرعية تمام عندنا باب هو أخطر من باب الرياء ما هو أن يريد المرء الدنيا بعمل الآخرة يريد إيش؟ يريد الدنيا بعمل الآخرة يصلي عشان يعطوه راتب يطلب العلم عشان يعطوه راتب بعض الطلاب هدان الله إياه ياما لاختبارات ما شاء الله محافظة على الصلوات ما يسب ما يشتب ما يذهب للمنكرات ولا يسمع أغاني ويذاكر في المسجد حتى تخرج النتيجة وخلاص صح طيب إمام المسجد الآن يأخذ مكافأة صح من الوزارة طيب كيف نعرف أنه يريد الدنيا ويريد الآخرة الميزان عندنا إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخد هذا الميزان فإذا جاك واحد وبدأ يتكلم على السلطان ويتكلم عليه تقول إن أعطي رضي ولا يعطى سخد الإمام قلنا الشهر هذا لا يوجد مكافأة قال ما في شكال أنا أصلي الحمد لله والمكافأة كانت تعين لي لكن الله يعوض لكن قال لا أصلي بأله ولا صلاة هذا وإن لم يعطى سخد إذن هذا غضب ورضا لماذا للدنيا للشيء دني وهذا الذي يريد الدنيا نسل العافية السلامة تنقلب عليه الأحوال وإذا شيك يعني أصابته شوكة صغيرة ما استطاع إزالة هذه الشوكة فلن تقش تنقلب عليه الأمور تنقلب عليه الأحوال أفضل واحد الذي له طوبة من الطيبات شجرة في الجنة وغير هذا يخرج بنفسي وبمالي في أعلى ما يكوني والشقة لا يريد الرئاسة لا يريد المناصب لا يسأل عن الدنيا لا يعرف أحد يؤدي كل ما طلب منه هذا له الطيبات في الدنيا وفي الآخرة السلام من فضل يا رب شكرا